السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو بخصوص طلاب الصف الثالث متوسط على مادة التربية الإسلامية طبعا صار أكو اختلاف بين الآيات والحفوظ والأحاديث على أساس هسه دخلوا الأحكام التلاوة والآيات الشرح يعني التفسير الشرح من الآيات والأحاديث داخله هسه نزل هسه الخبر من مديرية تربية البصرة مديرية تربية البصرة عساس متصلة ويدكتور مسؤول المناهج التربية الإسلامية اجقال مادة التربية الإسلامية الآيات الحفوظ هي والمعاني والشرح والأحاديث الحفوظ هي والمعاني والشرح وداخل أحكام التلاوة زين هسه صار اختلاف بين مديرية تربية البصرة يعني مديرية تربية المناهج لمادة التربية الإسلامية وبين وزارة التربية قبل فترة وزارة التربية نزلت الخبر وكتاب رسبي قالت فقط الآيات الحفوظ هي والمعاني والأحاديث الحفوظ هي والمعاني الداخلة زين ليش صار هسا الاختلاف ما نعرف شنو انتظروا لا تقروا هسا مادة التربية الإسلامية خلوها على صفحة اقروا بس الآيات الحفوظ هي والمعاني والشرح لا لا اقروا بس الآيات الحفوظ هي والمعاني والأحاديث هي والمعاني هاي بنتهي من عدها لكن خلينا نتأكد الخبر بأنه أحكام التلاوة داخله على أساس المد المتصل ومد المنفصل ومد البدل داخل خلينا نتأكد الآيات شرح الآيات والأحاديث للحفظ داخل خلينا نتأكد من وزارة التربية وننزل لكم الخبر الرسمي ياه الداخل وياه المداخل فلا تقرون هسا الشرح ولا تقرون حكام التلاوة خلي الإسلامية على صفحة لأنها الإسلامية مادة سهلة يعنيها 25 درجة فصار اختلاف وصار خربطة وما نعرف شنو وشنسوي ننتظر القرار من وزارة التربية والله كريم